تحية حب وتقدير للجميع اليوم سنتكلم لكم على صورة نصب الاحتيال خطيرة جدا فلوس كل ما في البنك يمكن يمشيه لك انت تلعب دور في هذه القضية ولكن كان عصابات اللي بغين يستغلوا الجهل ديالك في التعامل مع الحسابات البنكية مؤخرا طلعتكم الأخبار وأيضا أخبار النصب الاحتيال اللي كيقدم لكم حدا يراسك بالخبار ديال واحد العصابة كونه من استاد الأشخاص ويمكن كتر باقي الأبحاث جارية اللي تلقى عليها القبض في مدن مختلفة في المغرب واللي كان عندها واحد الأسلوب باش كتنصب على الناس ويدي لهم فلوسهم مستطعات أنها تدي تلتميات مليون لزوباناء ديال واحد لابونك شنو الأسلوب ديال هاد العصابة وهذا أهم شيء اللي بغيت نوصل لكم باش تعرفوا كيفاش تعاملوا إلىوا 4 ملا معاكم allowed here هاد العصاب بين والصوالين كيصفكوا دايه نهج تليفونات ديال الناس كيجيك مصاج بالوعية الباصارية ديال لابونك ديالك السيكل دلا بونك ديالك انت كيوصلك المصاج الاغوية الباصارية ديال لابونك ديالك كتقول هذه الابونك ديالي مصيفة لي اياه نهج كتفتح المصاج كتلقى فيك يقول لك اودي راك بغيتي تعمل واحد العملية ديل اللي بيعو الشراء اللي يخليك اكد لنا هاد القاضية ارسل لنا الرقم ديل البطاقة ديل الاقتمان ديالك لها كارت بانكير ديالك تما بغي تدير لها عملية الشراء الاولو كتبقى محتار يمكن ما تجاوبش كي يجيك عود ميساج كيقول لك اودي راك في اطار الحرص ديالنا على تأمين الحساب ديالك الله يخليك اكد لنا انك انت صاحب الحساب ابعت لنا الرقم ديال البطاقة البنكية ديالك الرقم ديال الحساب البنكي ديالك وثلاثة الارقام اللي كينين في الظهر دلابونك ديالك الناس كثير ما فاهمينش من اللي كيشوفوا الهوية البصرية دلابونك وميساج من عند دلابونك كيتعاملوا مع دلابونك كيقبض ديك المعلومات وكيبعت بيها في نفس الرقم اللي جاه منه الميساج شكيعملوا هات العصابات هذيك الخواديم كتجمع المعطيات كيقبطوهوما كيشيروا بيها اللي بغاوا بطرق احتيالية كيخرجوا الفلوس من الكونت ديالك وكيتلاعبوا بالحساب ديالك بحل اللي بغاوا هدا علاش قدروا انهم يديوا 300 مليون لواحد لمجموعة ديال الناس كايين عصابات اخرين داروا هاتشي قبل وراس بق تكلمتليكم عليهم فحضي راسك ولكن هذي العصابات يمكن نحدهم الخطورة ديالهم الى فهمنا وإلى تبعنا التوجيهات ديال الابناك ديالنا إلا عندك تطبيق في التليفون ديالك وكتعامل مع لابونك ديالك من اللي كتفتح التطبيق كتلقى واحد الميساج تحذيري كتقولك فيه لابونك ديالك اودي راه البنكة ما كتبعت حتى شي رسالة للزبناء يعني دايجاك يقولك اودي حنارة ما كنصيفتوش دي ميساج للناس إلا توصلت بشي ميساج علم بيه البنك ديالك في الرقم التالي وإلا توصلت بميساج ما تفتحوش بصفة نهائية يعني لو أننا نحنا تفاعلنا مع هاد الرسائل اللي جاتنا يمكن عدد كبير من هاد الزبناء اللي وقعوه في المصيادة ومشات لهم 300 مليون ما تبشيش لهم فلوسهم الآن كيمقى السؤال المطروح هاد الفلوس اللي مشات واش غادي ضيعوا فيها هاد الزبناء ولا غا تخلصها لابونك لابونك كتقولك انا حضرتكم الزبناء كيقولك انا ما سوقيش كنعرف لابونك هاد قصة أخرى ما غاديش ندخلوا فيها خلاصة القول لابونكير ملكية شخصية ديالك ما تتقسم المعطيات ديالها حتى مع شي واحد 16 رقم اللي فيها مخصت شي واحد يعرفها ثلاثة الأرقام اللي في الظهر ديالها مخصت شي واحد يعرفه الرمز السري الكود ديالها ما تعطيه حتى لشي واحد حتى الأقرب الناس لك حتى لولادك ماشي لأنك ما كتتقش فيولادك ولادك ما عندهمش نفس العقل والتركيز اللي عندك يمكن هادك الرقم بيشكلين أو بآخر يخرج وبالتالي يمشي لك رزقك حاجة أخرى ما تقيدش الكود في التليفون ببغ طابل ديالك ما تصورش لكارت وتخليها في التليفون ديالك باش حتى لا مشالك التليفون أو لا تم اختراقه ما تمشيش لك المعطيات اللي خاصة بالرزق ديالك اللي عندك في الحساب البنكي ديالك الحسابات البنكية اليوم ولات هناك إمكانية ديال اختراقها طبعا ماشي بسهولة لأن حتى الأبناء كتدير مجهودة باش تحصن نفسها ولكن كين تقدم تكنولوجيا باستمرار وكين عصابات اللي كتشتغل في هذا العالم ديال الرقمانة باستمرار وقد تطور نفسها أيضا إذا المتاب صاحب الحساب البنكي كيخصك تحضي راسك وترد بالك أي ما يصجيك وخا تكون فيه الهوية البصرية لابنك ديالك عقل على هاد القضية ما تحلوش وما تجوبش عليه وما تتفعلش معاه حضيوا راسكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر